بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفردناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جمدة ولا تأخذوا بهما رعفة في دين الله إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يادل بأربع الشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزوادهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعمة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن وضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فخر الله عليكم ورحمكم وأن الله تواب الحكيم إن الذين جاءوا بالإفت عصبة منكم لا تحسبوا مشرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم اتسب من الإفت والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربع الشهداء فإذ لم يكن للشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضهم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنفسهم وتقولون بأفواه كما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بغتان عظيم يعرضكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رأف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمة وما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتن أولي الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله رفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أمسنكم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوذى لكم وإن قل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزهالكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم دناح أن تدخلوا بيوتا غير مسؤونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكون كل المؤمنين يغضون من أبصيرهم ويحفظوا فرودهم ذلك أزهالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمنات يغضون من أبصيرهم ويحفظوا فرودهم ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهم على ديوبهم ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آباء بعولتهم أو أباء بعولتهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل والذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقراء يغنين الله من فضله والله واسع معنين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْنَانُكُمْ فَكَاتِبُونَ إِنْ عَلِمْكُمْ كِيْهِمْ خَيْرًا وَآتُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُقْرِهُوا الْفَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الْأَرَدِنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا مَعَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ بِنْبَعْدِ إِكْرَانِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ آيَاتٍ مُبَيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقّل من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية من يكال زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويغتر في أسمه يسبح لهم فيها بالغذو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة ويحسبهم الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يددوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حساب أو كظلمات في بحر البي يغشاو موض من فوقه موض من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسبح سحابا ومن ثم يؤلف بينه سما يدعى منه كاما فتره ودق يخرج من خلاله ويوزر من السماء ومن ثم يدعى من جبان فيها من برد فيسيب به من يشاء ويصرقه عن من يشاء يكاسنا برده يدعى من الأبصير يقلب الله الليل والنار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير والله خلقه لدابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على رجله يصرق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات من مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعض ذلك وما أولئك بالدينين وإذا دلوا إلى الله ورسوله ليحقن بينهم إذا فريق منهم من نار وإن يكون لهم الحق ياتل إليه مذعبا أفي قلوبهم مرضوا أم يرتابوا أم يخافوا لأن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك حب الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحقن بينهم أن يقولوا سمعنا وأقعنا وأولئك حب المفلحون ومن يطلل رسوله ويخشى الله ويتقذ وأولئك حب الفائزون وأقسموا بالله جهد ألمانه لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعتهم معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أقير الله وأقير الرسول فإن تولوا فإنما عليهم ما قمل وعليكم ما قملتم وإن تطيعوا متهتد وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمن منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كم استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبالهم وليبذل منهم بعد خوفهم أمنا يعذبونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فاسسون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيروا وسسون لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا طاجزين في الأرض وما واهم النار ونبيسة نصير يا أيها الذين آمنوا ليستازينكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلوم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين قضعون ثيابة من الظهيرة وحين قضعون ثيابة من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم مناخهم بعد من نطوا يكون عليكم بعضهم على بها كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليهم حكيم وإذا بلعت أطفال منكم الحلو فليستازين كما استازن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليهم حكيم والقواعد من النساء لكن لا يردون نكاحا فليس عليهم أن يضعن ثيابهم غير متبرجاج بزيبة وأن يستعفق نصير له والله سميع عليهم ليس على الأعمى حرم ولا على الأعرب حرم ولا على المريض حرم ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهادكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عمادكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكم مفاتحهم أو صديقهم ليس عليكم جناكم أن تأكلوا جميعا أو أشراكا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لتنم الآيات لعلكم تعطلون إنما الأؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهم على أمر الجامع لم يداموا حتى يستازفوه إن الذين يستازفونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استازفوك لبعشان فازل لمن شيت منه واستغفل له الله إلا الله غفور حقيم لا تجعلوا معاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم نوابا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم كدنة أو يصيبهم عذاب كبير ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلموا ما أنتم عليهم ويوم يرجعون إلىه فينبئوا بما عملوا والله بكل شيء عليم